وفي أول إقرار لها بالهزيمة اعترفت حركة النهضة التونسية بخساراتها في الانتخابات معتبرة أن نتائج ستكون محل درس من جميع جوانبها والتوقف عند رسائلها الداخلية والخارجية في وقت قدم عدد من قيادات الحركة استقالتهم في إشارة إلى بداية نهاية المشروع الإخواني في تونس صفعة جديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد خسارة حركة النهضة انتخابات الرئاسة في تونس خسارة أقرت بها الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشي معتبرة أن النتائج ستكون محل درس وتمحيص من جميع جوانبها والتوقف عند رسائلها الداخلية والخارجية وما زاد الطين بالله تقديم عدد من قيادات الحركة استقالاتهم لتكون بداية نهاية المشروع الإخواني في تونس حيث قدم زبير الشهودي القيادي بالحركة ومدير مكتب راشد الغنوشي استقالته من جميع المناصب القيادية بالحركة مطالباً الغنوشي باعتزال السياسة الشهودي أرجع أسباب استقالته إلى نتائج صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية مشيراً إلا أن الشعب التونسي وجه رسالة إلى حركة النهضة واضحة المعالم والدلالة واختار وسيلة ديمقراطية واضحة للتعبير عن ذلك حركة النهضة استخدمت كل وسائل الخداع والمناورات المختلفة من أجل الوصول لكرسي الحكم التونسي ودفعت بأحد أبرز قياداتها وهو عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة إلا أن حيالها لم تفلح في خداع الشعب التونسي الذي لفظ الجماعة خداع بدأه عبد الفتاح مورو نفسه عندما تداول له التونسيون فيديو يعود تاريخه إلى عام 2014 وهو يقول إن الإخوان والتيارات الإسلامية غير مهيئة لتولي الرئاسة الآن حيث استشهد حينها بوضع إخوان مصر وسقوطهم من الحكم نفس الشخص في عام 2019 هو من أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة التونسية ليأتيه الرد وفصيله من داخل الصناديق قاسيا وهو الخروج من المشهد بلا رجعة